بقى على صوتي وانا ما حبش اتكلم كتير حبش اتكلم كتير لما اتقال كلام بهذا المعنى لانه له هدف وله غرض خبيس تاني بقول خبيس مش صاف النية احنا مصر لما تتكلم عنها تتكلم عنها بقوتها وقيمتها وقدرتها اللي انت عرفتها وتعرفها واللي هتعرفها دلوقتي مواطن مصر ما ييجي اقول لي اسرائيل تعالوا القيمة ديت ما برجعش احد اجهزة امن مصر بترجعش احد اجهزة وماسات دول مصر بترجعش احد هي المسؤولة عن اي شخص يدخل بلدها يدخل ارضنا جاي من غزة ولا جاي من اي دولة في العالم لكن مواطن مصر ما ييجي من غزة وانا همنعه يدخل بلده هو امتى حصل ده حدش بيمنع مواطن مصر يدخل با ولا قانون ولا دستور يمنعه اصلا مواطن مصر ما يدخل حد يقوله لا الساء زلك الاول وابعت لقايمة اجهزة امننا وسلطاتنا المصري ده تعملش كده والعمراء عملت كده مواطن مصري وانا الدولة المعنية ودي ارضه ودي بلده ييجي اهلا وسهلا من اللي بيقوله مصر ومؤسستها مش حد تاني لا نراجع ابدا احد عشان مواطن يدخل بلده ابدا مراجعش لسلطات اخرى احنا السلطات المصرية هي المعنية بدخول اي مواطن مصري يأتي من غزة الى ميناء رفح البري هي المعنية وهي صاحبة القرار الاول والاخير وهي من تمنعش مواطن مصري يدخل ارضه بالمناسبة يعني بالاخر يعني عشان كده بقولك كلام هراء لانه ما فيش واحد مصري تمنع ازاي يعني ده قانونه الدستور يمنع اصلا ان انا هرجع بلدي ده فيه ناس بترجع وممكن جوال سفر بتعبقى خلصان وبيرجع طالما عاد وركب الطيارة بيدخل طالما حتى جوال سفر وخلصان تجي تقول لي السأزين اسرائيل ليه عشان ايه بسأزين اسرائيل عشان ابن مصر دخلوا بلده السأزين اسرائيل بتجذبوا ليه مصرحتكم ايه عايزين ايه مش هيحصل مش هيحصل اللي تكرر قبل كده وكنت بتدعمه وانا بقوله الايام دي بيطلع ناس يقول لك اه اه ترجمة نانسي قنقر